السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنزج للرسالة من رسائل النصب. دي رسالة جاءت لي عزيزي في اكس. انا فلان محامي خاص بفلان. وواحد بلدياتك. وكان مدير للشركة وتوفى وجاء له سلطان. وحسابه في البنك خمسة مليون دولار. بس خمسة وثلاثين مليون دولار ده الطعم. اول ما تسمع الرقم تبدأ تواصل معاه. فهو واحدة واحدة يجر رجلك وخليه تقول له على رقم الحساب. وتبدأ تلاقي رصيدك بالسفر او يقول لك قابلني في المكان الفلاني. ويخليك سفر من بلدك لبلد تاني ويخطفك ويبيعك اعضاء وحسك كتير الموضوع دول. اه هو الفكرة كلها ان هو بيلعب على الطمع اللي عند الانسان. يعني هو راجل اه فاهم في نفسية البشر وبيبدأ يلعب على فكرة الطمع. انا قبلت واحد محامي يعني مفروض تخصصه موطوع الناص بالحاجات دي. اتشاف الرسالة دي كان اول مرة يدخل على النيت. ومصر انها حقيقة ومصر ان هو يروح ومصر ان هو يتواصل معاهم. ساعت ما تبقاش كده ساعت يقول لك ايه انا زوجة ياسر عرفاط. يا الله ارحمه. انا زوجة صدام حسين. اه انا ابنت غندي. انا بنت اه اه يوليس كايسر. انا يعني اي اي شخصية مشهورة او اي حد يحاول يجر رجلك. اول حاجة ما فيش حاجة اسمها ان المجرد ان انت مصري حد هيديك خمسة مليون دولار ما بتحصلش يعني. مش معقول ان انت الوحيد اللي في البلد اللي يعني خلاص هيبعت لك. او يقول لك احنا نشارك ببطاطس وكسبت كزا. انا عرف واحد رجل كبير ومسؤول وسياسي وحاجات زي كده. جاءت لرسالة زي كده. ويلحق ويرسالة تطلع لأي حد بيدخل موقع. الحق خلال ساعة لازم تتسل بنا في رقم في امريكا. اه وعشان هتاخد مليون دولار. طبعا نزل فجر وقاعد يدور على محل واتسل ودولي. وخص الرصيد وحاجات زي كده. طيب من دمي الحاجة لتعرفك ان الموضوع النصب بص هنا. هو بيقول لك ده في الانفو كزا اربعة وثلاثين. هو عمال يعمل ايميلات واحد اتنين تلاتة اربعة بحاول يجر الرجل للناس. وبعد كده لما بتلاقي ناس كده بتقوله ان هو نصاب. لان انا بدوس هنا على سبام بقوله ان ده رجل نصاب. فبيلغي الحاجات ده كلها. هدوس طبعا بعد ما خلص عرض الرسالة. ان الرجل ده نصاب بحيس يلغي الحساب بتاعه. وربلي تو مش لنفس ده هو عمل ايميلات برضو خصوص كده واحد اتنين تلاتة اربعة لحد موصل لانا سبعة وعشرين. كل دي ايميلات بنتظر الرد. ليه ما بقاش الرد على نفس الايميل? لانا هو عارف ان الايميل ده ممكن يتلغي في عمل حساب تاني يضرب عليه. وغالبا ما بتقنشك في تو بتلاقي نفسك في السي سي يعني هو بعت لناس كتيرة وحطك انت ايه من ده محقق. بس في بعض البرنامج بيتخليه تيجي في تو. فما بقاش الواحد سازك بحيس ان اي رسالة تجيله يصدقها. يعني خلي عندك مرض نفسي اللي هو جنون الارتياب. آآ برنامج ان انت اي حاجة تشوفها فانا عانيت تشك. حتى لو مسلا جاي لك الايميل من اسم صاحبك فيه برنامج بتبدأ تقلف. ممكن انت ترفع سماع التلفون. تبعتني الايميل ده فعلا او لأ بالزالة لو ما يكون في ملفة مرفق. تستحش ملفة مرفق غير لو انت فعلا كنت متفق معي. يعني واحد صاحبك مسلا آآ وانت في شهر آآ مارس بيبعات لحابة اسمة كريسمس. وانت لتنو مسلمين يعني ايه كريسمس اللي في شهر مارس ده فانت ساعة تتشك وتقول له ايه ديت فويقول لك لا دا دي حاجة كزا. آآ 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 إلحق جسة آآ آآ أو جسة آآ من الناس اللي متت. هو بينتز فورس مسلا ان اصابنا لادم مات فيروح يجاب صورة ليه ويروح حط شوية دم ويقول لك الصورة فانت تدوس عليها هيطلع فيروس يروح سارق الحسابات بتاحتك اللي موجودة على الكمبيوتر. تمام? فنخلي بالنا وربنا يصدر علينا وش اي حد يلو تطعم